أرحبوا بضيفي من تهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك الدكتور عماد أبشناس ومن نيويورك الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية جوناثن جيليم أهلا بكم ضيفي الكلمين سأبدأ من تهران معك دكتور عماد وبانتظار هذا الرد الإيراني ما الذي فعليا تنتظره إيران لقد وضعت العالم بحالة تأهب بانتظار الضربة الانتقامية هل تنتظر إيران وصول التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة بحياتي لك سيدة ميشيلا للضيفة العزيز والمشاهدين الكرام لا عملية من غير المنطقي أن تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل وإسرائيل هي في حالة السنفار وتنتظر الهجوم الإيراني وتحضر نفسها في الواقع إيران أي شخصية عسكرية أو خبير عسكري ممكن أن يؤكد أن عنصر المفاجأة هو أهم شيء في الهجوم وبالتأكيد إيران تنتظر الوقت المناسب دكتور ولكن إيران تقوم كل يوم بالتهديد والوعيد وأطلق فيديوهات تهديد فيها إسرائيل لا التهديد شيء نعم يعني التهديد شيء يعني اليوم بدأت إيران الرد إذا ما أردنا أن نقول أو الحرب ضد إسرائيل بحرب نفسية ضد الإسرائيليين يعني كل التقارير من إسرائيل تؤكد أن الوضع النفسي في داخل الإسرائيل إن كان للمدنيين أو العسكريين هو اليوم في وضع لا يرثى له يعني لا يحمد له وضعهم سيء جدا وطبعا عندما يكون الوضع بهذا الشكل وإيران تستطيع أن تلعب على أعصاب الإسرائيليين والأمريكيين ليس فقط الإسرائيليين لماذا تنهي هذه اللعبة يعني بهجومها وينتهي الأمر لا تلعب هذه اللعبة تلعب على أعصابهم لكي تضغط عليهم ويفهموا أن الهجوم على القنصلية ليس بلعبة بسيطة يعني هم هجموا ثم ترد عليهم إيران لا سوف يتحملون أعباء كثيرة بسبب هجومهم على القنصلية بدايتها هي التكاليف الاقتصادية والتكاليف الاستنفار الذي يحصل حرب الأعصاب الذي سوف يتحملها وفي النهاية عندما لا يكونوا محضرين نفسهم تقوم بالهجوم سأعود إليك لأنه لنشوف متى سيكون هذا التوقيت سيد جوناثن يعني يقول ضيفي في طهران أنه هذه هي حرب نفسية لعبة أعصاب بمنظور إيراني هل فعليا تنجح إيران بالتلعب بأعصاب الأمريكيين كما يقول لأنه منذ الأمس نسمع الرئيس الأمريكي والإعلام الأمريكي يحضر المنطقة نفسيا أنه ساعات قليلة تفصيلنا عن هذه الضربة التي يبدو أنه بعيدة من خلال مفهمته من ضيفنا في طهران أعتقد أن إيران جيدة جدا في التعامل مع هذه التصريحات والعمليات الاستراتيجية والعمليات النفسية بتقديمها هذه التحذيرات وذلك جزء مما تفعله إيران في هذا السرد وأيضا حماسية بالطبع تعمل مع إيران وحزب الله وكلهم يعملون معها إنهم نفس الشيء فجميع هذه المجموعات يقاتلون ويريدون مقاتلة إسرائيل لأنه على الصعيد الاستراتيجي يحاولون إنهاء إسرائيل في هذا وأيضا في هذه المنطقة من العالم فهم يحاولون أو يصريحون بمهاجمة إسرائيل على هذا الصعيد والفرق هنا إذا استخدمت إيران هذه الضربة للتصعيد وأيضا لممارسة هذه التصريحات فيمكنهم بعد ذلك أن يقوموا بالتصعيد والضرب إيران وضرب إسرائيل في بيتها وأيضا هذه الحرب بالنسبة لإيران هي تكون أيضا على هذا الصعيد يجب عليهم أيضا على العمل على ذلك لأن إيران تعمل على المقاتلة ذلك على أرض الواقع ومن الجانب الاستراتيجي يجب عليهم العمل على ذلك لأن ذلك لن يؤدي إلى المقاتلة المقاتلة على أرض الواقع في النظام لأن هذا ما نراه على أرض الواقع في السنوات الماضية وفي هذه المناسبات كما نعلم لقد رأينا العديد من هذه المناسبات يدخلون على سبيل المثال في أوكرانيا ويأخذون ما يريدون سيكون إيران تكون أكثر ذكاء في هذا الصرد يجب عليهم أن يعلموا أنه يجب عليهم أن فقط يصدر هذه التحذيرات والتصريحات لمقاتلة وضرب إسرائيل من خلال المجموعات الخاصة بها والتابعة لإيران فهذا هو ما يعتدون على عمله على هذا الصعيد دكتور عمادي نقطة فعليا أساسية أنه اليوم إيران أدخلت نفسها بجدالية الضربة مع التصريحات ورفع مستوى التصريحات التهديدية إن كان من المرشد الإيراني إلى باقي المسؤولين الإيرانيين إلى باقي أيضا زعماء الفصائل والميليشيات يعني اليوم إيران إذا ما ردت على قدر من المستوى العالي سيكون ذلك ضربة فعليا للهيبة الإيرانية ضربة لجدية القضية أيضا التي تحملها إيران والتي رفعتها منذ العام 79 وشعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا نعم هذا صحيح ولولا إن إيران تريد أن تضرب ضربة قوية أنا لا أتصور أننا كنا قد سمعنا هذه التصريحات عمليا إسرائيل أعطت الذريعة المناسبة لإيران كي تقوم بالضربة اللازمة وأستطيع أن أقول لك إيران تنتظر هذه اللحظة منذ سنوات بس دكتور ليس الأمر أن يعني في تصريحات من صحف أجنبية تقول بأن إيران أبلغت على سبيل المثال ألمانيا وغيرها من الدول أن الضربة ستكون محدودة وإيران تقول أنا لا أريد أن أجر المنطقة إلى حرب شاملة فتكون ستوجه ضربة قوية إسرائيل تتحين الفرصة لتلقي الضربة يعني هناك الآن اتجاهين في الدخل الإيراني إذا ما أردنا أن نقول اتجاه يعتبر أنه لا يجب الإنجرار في الفخ الذي وضعه نتنياهو والوقوع في هذا الفخ عمليا هذا الاتجاه اليوم وهو الاتجاه أيضا الذي يريد أن تكون العملية مدروسة ولا يكون هناك عملية تؤدي إلى مدروسة ومنصقة إيران والولايات المتحدة إلى الحرب مدروسة ومنصقة مدروسة ومنصقة مع مين؟ مع الأمريكيين؟ لا ليس منصقة ليس منصقة مع إسرائيل منصقة مع الحلفاء في المنطقة ماذا عن الأمريكيين؟ ليس مع الأمريكي أو الإسرائيلي ليس مع الأمريكي أو الإسرائيلي من وين واشنطن تستقي معلوماتها؟ هذا الاتجاه يقول هناك اتجاه آخر موجود هذا الاتجاه أيضا يقوم باتصالات مع الأمريكيين لأخذ امتيازات مقابل أن تكون هذه الدربة مدروسة عمليا إذا ما عطت الولايات المتحدة هذه الامتيازات ونشرت في وسائل الإعلام عمليا طلبات إيران طلبتها كانت وقف إطلاق نار شامل في غزة انسحاب الإسرائيليين من غزة وضمانات أمريكية بردع تصرفات إسرائيل مستقبلية ومنعها من مهاجمات القوات الإيرانية وحلفاء إيران في المنطقة إذا ما توصل هذا الاتجاه إلى هذا الهدف وأخذ الضمانات من الولايات المتحدة وهو الاتجاه الدبلوماسي في إيران إذا ما أردنا أن نقول يعني ممكن أن تكون الدربة مدروسة لا أستطيع أن أقول لك أن لا تكون دربة بالتأكيد سوف تكون هناك دربة يعني لا محالة لها لا أقول بعيدة أو قريبة مضطرة إيران أن تجاوب على هذه الدربة يعني الأمر لم يعد بشكل أن إيران يعني تفكر في المستقبل لا مضطرة أن تقوم بالدربة ولكن سوف تكون مدروسة ولكن هناك اتجاه آخر وهو الاتجاه العسكري إذا ما أردنا أن نقول في إيران يعتبر أنه آن الأوان لرفع مستوى المواجهة إلى الزروة إذا ما أردنا أن نقول وإيصال الجميع إلى مستوى يعني كل العالم ليس فقط المنطقة إلى نقطة أو يوقف الحرب في غزة يوقف هذه التصارفات الإسرائيلية أو لنرى ماذا سوف يحصل وهذا الاتجاه يريد دربة كبيرة جدا هنا لا نتكلم عن عشر أو عشرين أو مئة صاروخ حتى يقولون أنه يجب أن يتم توجيه دربة تكسر دهر إسرائيل ونحن نحضر نفسنا منذ عشرات السنين هل إيران قادرة لهذا السيناريو؟ أنت تعرف أن هذا سيعني بنهاية المطاف ضربة أمريكية مضادة أيضا قوية وقد تؤدي بطبيعة الحال لخطر وجودي على نظام الحاكم في طهران يعني ميشيلا هنا الاتجاه العسكري يقول أنه يجب كسر دهر إسرائيل أنا لا أقول أي اتجاه أؤيد من يأخذ القرار؟ هذا التفكر الموجود في النهاية القرار هو للقائد العام للقوات المسلحة وهو المرشد الإيراني وهنا نعرف أنه بإمكان إيران توجيه هكذا ضربة لإسرائيل إيران لديها الإمكانات الكافية لتوجيه هكذا ضربة وكل هذا الحديث الذي نسمعه من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين هو لأنهم يعلمون قدرات إيران بتوجيه هكذا ضربة وبعد هذه الضربة لن يكون هناك حتى أستطيع أن أقول لك عندما نتكلم لن يكون هناك إمكانات لدى إسرائيل كي ترد على إيران هذا التصور وعندها سوف تطار أو على الولايات المتحدة أن تدخل حربا ولا أتصور أن الظروف تسمح للولايات المتحدة بأن تدخل حربا أو تنهي هذه التصرفات الإسرائيلية وتوقف إسرائيل على حدودها لا أن تقوم بتعدي على القوانين الدولية كيفما تشاء وتتصرف على هواها تقتل من تشاء تؤاجم من تشاء تضرب على اليمين واليسار وبالأسلحة الأمريكية دعونا نعطي ضيفنا في واشنطن فرصة للرد على هذه النقاط في نيويورك عفوا سيدة جوناثن يعني فعليا يتحدث ضيفنا في تهران عن تيار داخل إيران يريد الذهاب بعيدا في هذه الضربة كيف ترى هل فعليا من مصلحة إيران أن تذهب بعيدا إلى هذه الدرجة وفي بعض الأشخاص أيضا وبعض المراقبين يشككون أنه في تنسيق إيراني أمريكي من خلال التصريحات الصحفية والإعلامية والسياسية لتفاصيل الضربة المرتقبة إن كان من حيث عدد الصواريخ التي سيتم استخدامها والأهداف التي سيتم ربما ضربها والتوقيت عندما يتحدث جو بايدن ويقول عاجلا وليس آجلا أتمنى أن جو بايدن ينسق ذلك مع إسرائيل لأن إسرائيل هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا سيكون ذلك شيء جيد الغاية بالنسبة للبلدين يمكنهم تنسيق معا في هذا الصدد وأيضا لأنه يمكنهم أن يختاروا الوقت والتاريخ لذلك وأعتقد أننا قلنا قبل ذلك عن سرية الأمر يجب أن يكون الأمر بشكل سري وسيقومون بعملية التصعيد لهذه الهجمات وفي حالة أن إيران عرضت أوراقها السياسية والعسكرية وأعتقد أن إسرائيل إذا قامت أيضا استعدت لذلك سيكون بإمكانها الدفاع عن نفسها من سيشن هجوما على الآخر ومن سيكون مستعدا لذلك سيكون ذلك حربا كبيرا على الصعيد التكنولوجي وعلى الصعيد العسكري وأيضا مرة أخرى يمكن للجميع بالطبع على هذه الأصعدة أن يعملون على هذا الأمر لأن ذلك سيكون تقربة مختلفة على فستكون هناك ضربات مختلفة على جميع الأصعدة فستأتي الحرب بشكل سريع لأنه سيكون هناك فقد للقوة الجوية وأيضا القوة الأرضية فيجب يمكنهم أيضا إرسال الصواريخ كروز وأيضا يمكنهم العمل على ذلك فإيران الآن ترسل تهديدتها إلى إسرائيل وهناك العديد من الأطراف المنخرطة في ذلك فإيران الآن تريد ضرب إسرائيل وذلك أيضا ليس جيدا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن أظهرت العديد من الموقف الحاسم بخصوص هذه الأقامات وانية إيران لهجوم الهجوم على إسرائيل لأن أعتقد أن بالنسبة لإسرائيل سيكون من الجيد لها أن تعمل على الصعيد الدفاعي ويمكنها أيضا تغير كما قلنا أن تعمل على الصعيد الدفاعي في أرض الواطع في إسرائيل وأيضا سيكون ذلك تغيرا كبيرا على لكن سيدة جونسون نظرني على المخاطع نشعر اليوم وكأن إدارة بايدن تشعر بقلق كبير حيال رد الفعل الإسرائيلي أكثر مما هو قلق تجاه طبيعة الضربة الإيرانية التي قد تطال إسرائيل يعني اليوم بغض النظر عن محدودية وقصوة الضربة المرتقبة في قلق أمريكي من أنه أي رد إيراني إسرائيل متجهزة لذهب فعليا لضرب العمق في طهران فبالطبع ذلك سيكون العواقب الوخيمة التي يمكن أن نراها فهناك العديد من السياسات والتجارب التي يمكن العمل عليها على الصعيد السياسي كما قلنا ما تعمله إدارة إيران الآن هما يعملون على ذلك فهما قلقون للغاية بما يحصل على صعيد الأرض وعلى فإدارة إيران الآن تقول لإيران كلمة واحدة فقط وهي ألا تفعل ذلك فهذه كلمة مختصرة وتقول لهم أنه يجب عليكم ألا تفعل ذلك من كلمة واحدة كما قلنا وأعتقد أن إدارة بايدن الآن تحاول منع أي نوع من الهجامات لأنهم أعرف أنهم لا يريدون عمل ذلك على الصعيد السياسي ولكن لأنهم لا يريدون أنخراط في ذلك لأنهم يعتقدون أن ذلك أفضل بالنسبة لسياساتهم وأفضل بالنسبة لسياساتهم في المنطقة وأفضل للجميع لأن المنطقة بالطبع أصبحت ضعيفة للغاية وهشة للغاية لأن إيران وإيران الآن أصبح تعلم أنه عند القدوم للحرب وإلى إنخراط في الحروب فإن أدارة بايدن تشعر ببعض الضعف في ذلك أو تخزق القنارات لذلك دكتور عماد اليوم في ظل هذه الظروف الحالية اليوم إيران أنت كنت تتحدث ببداية اللقاء أنه من خلال الحرب النفسية تحدث ضرر وخسائر اقتصادية لدى إسرائيل ولكن أيضا إيران وضعها ليس أفضل بكثير أصلا في مشاكل اقتصادية اليوم مع الغاية الرحلات الجوية في طهران في إيران أيضا يتأثر الاقتصاد عن التومان أيضا يفقد قيمته عندك مشاكل اقتصادية جملة في الداخل الإيراني هل إيران تتحمل فعليا استمرار هذا الوضع على ما هو عليه طويلا يعني في الواقع أولا بالنسبة للرحلات لا هناك فقط أتصور رحلتين أو ثلاثة توقفات ليس أكثر من ذلك لا في كذا دولي أعلنت إيقاف الرحلات في أكثر من دولي أعلنت إيقاف الرحلات لا لا كل هذه الرحلات التي نتكلم عنها عددها لا تزيد عن اثنين أو ثلاثة يعني عندما نتكلم تتكلم تقول دولة هذه الدولة أو هذه الشركة لديها رحلة في الأسبوع يعني عندما تعلق رحلتها يعني رحلة واحدة توقفت ليس معناها عشرات الرحلات يعني هنا الموضوع اللي ربما يتم تضخيمه من قبل وسائل يعني لا يوجد مشاكل وإنعكاسات اقتصادية ولكن لا لا هذا الموضوع مختلف يعني موضوع المشاكل الداخلية أنا أعتبر أنها أكثر من 95% بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في الداخل الإيراني وهناك البعض الذين يستغلون هذا لأغراض وأهداف داخلية يعني اليوم الوضع اقتصادي الداخلي سببه ليس يعني استياء الوضع الداخلي الإيراني ليس سببه الوضع مثلا هذا الوضع السياسي عندك العقوبات طبعا أثرت أو الولايات المتحدة بالنسبة العقوبات نعم العقوبات تؤثر ولكن سوء الإدارة هو يؤثر أكثر يعني عمليا نحن في العام الماضي إيران كان لديها أكبر مدخول لعملة صعبة خلال السنوات الماضية منذ 2018 لحد الآن ويعني عمليا لا يجب أن ينهار سعر العملة الصعبة ولكن طبعا هناك سوء إدارة للموضوع الأمر لا دخل له نسبيا لا أستطيع أن أقول لك مئة بالمئة نسبيا لا دخل له لا بالعقوبات ولا بما يحصل في المنطقة نسبيا هو سوء إدارة داخلية وهذا الانهيار في العملة وهذه المشاكل الاقتصادية بدأت حتى قبل الهجوم على القنصلية الإيرانية يعني بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية لربما تم تثبيت سعر العملة الصعبة أكثر منه سقوطا سقوط العملة بدأ منذ أكثر من شهرين في إيران وهذا الموضوع بالتأكيد يؤثر اقتصاديا على إيران لا أقول لا يؤثر اقتصاديا على إيران ولكن ليس بهذه النسبة التي يؤثر على الاقتصاد الإيران لأن اليوم بدخل إيران بحرب مع إسرائيل وأمريكا سيشكل أيضا ضربة قاسمة بالنسبة للاقتصاد وهذا أكيد تأخذه تهران بعين الاعتبار بالتأكيد يعني يؤثر على كل شيء لا أستطيع أن أقول لك لا يؤثر على شيء بالتأكيد سوف يؤثر ولكن هنا الموضوع موضوع وجودي موضوع أمن قومي إيراني وهنا يجب على إيران أن تقرر يعني حتى لو كان هناك كلفة اقتصادية للموضوع عندما يكون الأمر يتعلق بموضوع صيادي موضوع وجودي موضوع أمن قومي لن يهم الاقتصاد كما يهم الوجود يعني أنت لديك دولة يتم تهديد وجودك يتم تهديد أمنك القومي إسرائيل اليوم تهدد الأمن القومي الإيراني هاجمت القنصلية الإيرانية هي أراضي إيرانية إذا لا ترد إيران بالتأكيد في المرحلة المقبلة ممكن أن يتم مهاجمة الأراضي الإيرانية إيران متطرة ترد على إسرائيل لأنها التعلم يعني الإسرائيل بدأت تتمادى بدأت تتقدم وكل خطوة تأخذيها إلى الوراء ولا ترد على إسرائيل بالتأكيد سوف تأخذ إسرائيل خطوات إلى الأمام خاصة مع الوضع الذي نراه بالنسبة لنتنياهو إن كان الأزمات الداخلية أو الخارجية هو يسعى إلى حرب بأي شكل من الأشكال الإدارة الأمريكية اليوم يعني سياساتها مش معروف ماذا تريد أن تفعل هي لا تستطيع السيطرة على نتنياهو لا تستطيع السيطرة على إسرائيل كل الحروب والأزمات الدولية التي نراها اليوم سببها تخبط السياسة الأمريكية في العالم من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط إلى أي مكان في العالم تنظري هناك تخبط في السياسة الأمريكية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نراه كيف هو فاشل سم بكم عمي لا يرون ماذا يحصل في هذه المنطقة من قتل وتشريد وتعدين على القوانين الدولية وإبادة للشعب الفلسطيني طبعا هذا يصير إحساسات شعوب المنطقة من تعددية الأخطاب في المعايير يعني لو حصل هذا الموضوع يعني أصغر شيء قامت به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني لو فعلته أي دولة أخرى في العالم كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد قاموا وقاعدة واليوم ساكت المجتمع الدولي لا يرى لا يسمع لا يتصرف طبعا هذا يجعل دول المنطقة تتخذ قرارا بأننا نحن يجب علينا أن ندافع نفسنا بنفسها ليس هناك أي منظمة دولية تستطيع أن تحمينا ليس هناك أي اتفاقية دولية ليس هناك أي حدود لتصرفات إسرائيل يجب علينا نحن أن نضع هذا الحد يعني ما جاء على تصريح مندوب إيران في الأمم المتحدة كان واضحا لو كانت مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قرارا بشأن فعلته إسرائيل تجاه القنصلية الإيرانية لربما كان الموقف الإيراني قد تغير اليوم الأمن القومي الإيراني اليوم مهدد بسبب تصرفات إسرائيل سيدة جوناثان يمكن أمريكا بعيدة جغرافيا عن الأزمة ولكن نيرانها تحرق بايدن انتخابيا اليوم وسياسيا مع تصدع هيبة الولايات المتحدة في عهد ارتفاع أسعار النفط في هذا الموسم الانتخابي وتعيدنا لربما لوعود جو بايدن في بداية عهد عندما قال أنه الديبلوماسية عادت بينما اشتعلت الحروب في كل مكان واليوم الشرق الأوسط يغلي بسبب فشل إدارة بايدن لملفات المنطقة أعتقد أنه بايدن العمل بالطبع على ارتفاع أسعار النفط كما قلت وأعتقد أنه بالطبع الشكل الأوسط الآن يغلي كما قلت أيضا فهناك العديد من سوء الدارة من الدارة بايدن أعتقد أن إسرائيل الآن على الخريطة العالمية وموجودة وأيضا محاطة بالعديد من الدول التي تريد الضرر لها وأيضا أعتقد أن هناك العديد من بالنسبة لإيران أيضا أعتقد أنه تريد الضرر إسرائيل ما أريد أن أتحدث عنه أن الدكتور عماد لقد تحدث وتنقش تحدث عن ما عملته إيران والمشاكل الداخلية في إيران فإيران تعمل الآن دور الضحية وذلك مضحك للغاية لأن إيران الآن تواصل عملها وتواصل شن هجماتها للدول الأخرى بشكل متواصل كما قلنا كما قلت قبل ذلك ليس سرا أن حماس يتم تدريبها وتمويلها من إيران هذا واضح للغاية إيران تعمل الآن كونها دور الضحية ولكن ذلك واضح للجميع أن إيران كما قلنا تمويل حماس وأيضا يضعون أنفسهم لخلق التعاطف لهم من قبل المجتمع الدولي وسأكون صريحا معكم الآن إيران ما سيحدث في إيران لن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إيران فقط لن تؤثر بالسلب على إسرائيل وعلى الوراة المتحدة الأمريكية ستؤثر على جميع الدول في المنطقة وأيضا جميع الدول التي تدعم إيران سيتم تأثير عليها بالسلب من جميع ذلك أعتقد أنه من الأفضل للجميع هو إيقاف تصعيد التي تقوم إيران بانتهاجه الآن أعتقد أن إيران هي المشكلة في أشترك الأوسط وجميع الدول الأخرى في أشترك الأوسط يعلمون ذلك هذا ليس بسبب وجود إسرائيل في هذه المنطقة ولكن أعتقد أن إيران هي من تفتعل المشاكل أشكر ضيفي الكلمين كان معي من نيويورك الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية جوناثن جيليم ومن طهران رئيس سحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك الدكتور عيماد أبشنان شكرا جزيلا لكم